السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا في مصر باللاحظ ارتفاع كبير جدا 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 لأسعار الحبوب الحبوب ارتفعت بشكل كبير جدا يعني كيلو البلكم وصل في بعض المناطق لسبعين وفي بعض المناطق وصل خمسة وستين أو ستين جنيه فطبعا ده يعني رقم كبير جدا يعني كيلو العلف وصل إلى سبعين جنيه طبعا انا بنصحك ان انت طبعا لو ان انت بتربي احنا قلنا قبل كده كتير جدا قلنا يا جماعة ان تربية الطيور طيور الزينة يعني هواية وليست تجارة وان يعني الافضل ان انت طبعا يعني ما تستسمرش فلوسك في تربية طيور الزينة لان طبعا طيور الزينة لو انت بتربيها عشان يعني الربح وعشان الانتاج فطبعا دي مش كويسة خالص لان طبعا في مشاكل كتيرة جدا يعني مشاكل كتير جدا عندك ارتفاع العلف بشكل جنوني جدا ولما العلف بيرتفع الطيور نفسها بترخص لان يعني ايه الطيور دي الطيور زينة يعني مش من الحاجات الاساسية فلما العلف يرتفع اسعار الطيور بتنزل يعني بشكل كبير جدا يعني فطبعا انت كمان حتى يعني بتلاحظ ان في يعني مشاكل كتير جدا في الانتاج البط بطلع يعني فاضي وبتلاحظ ان ممكن تلاحظ ان عدم توليف الذكر مع الانثى وتلاحظ موت الفروخ الصغيرة يعني في مشاكل كتير جدا بتقابلك في موضوع يعني الاستثمار والربح في تربية طيور الزينة يعني انا بقولك لو ان انت مقبل على هذا المشروع فبقولك ان مشروع تربية طيور الزينة لم يعد يعني مشروع مربح او ان هو هيدر عليك ربح او عائد الا اذا كنت بتشتري وتبيع يعني فاتح محل او بالتاجر او الكلام دوت فده ممكن يدر عليك ربح في الظروف اللي احنا فيها دية تحاول ان انت تقلل اه كمية العصافير اللي عندك حاول ان انت تسيب فقط اللي هو يعني ايه اه بعض الازواج اللي هي بتبقى يعني انتجها حلو جدا ما بتعانيش من مشاكل اه حاول ان انت يعني ايه اه تربي في حدود يعني فقط الهواية فقط وليس في ايه وليس على سبيل الربح اه خلي بالك كويس جدا عشان توفر في العلف اه لازم اه ان انت يعني ايه ما تحطش العلف باستمرار امام الطيور الكلام ده هوت لما ما يكونش تحتهم فروخ اه ما تملاش العلف بالعلف والبلكم والفلارس لان الطيور هتوقع البلكم والفلارس اه وبالتالي طبعا العلف غالي جدا فحاول ان انت تحط العلف يعني بمقدار بسيط ما تملاش الوعية قوي الوعاء ما يتملاش بالعلف عشان الطيور ما توقعش العلف على الارض وبالتالي العلف غالي جدا حاول تحط الاكل يعني زي نظام الطاقة يعني في الصباح مثلا حط مثلا حاجات بسيطة ما تكترش قوي يعني ويعرف ان احتياجات الطائر في الاكل حاجات بسيطة وحتى لو الطائر جاع فده هيعود عليه بالفوائد يعني تجويع الطائر افضل كتير حتى من ان انت تحط الاكل على طول قدامه ويحصل ان نفسه اصلا مسدودة مش عايز ياكل يعني عمال يوقع في الاكل انما لما تجويع الطائر شوية وتحط له حاجة بسيطة جدا مقدار بسيط من الطعام مش هيوقع وهتوفر في العلف ونتمنى يعني ان احنا نطلع من الازمة دية على خير ان شاء الله وان يعني تجارة وتربية العصافير ترجع تاني لان تربية العصافير الان بتنهار تماما الكلام ده هوت انا بتكلم عن مصر بالنسبة لبعض اه بعض البلد الاخرى ممكن تكون يعني تربية العصافير كويسة جدا ترجمة نانسي قنقر